وشدد الرئيس سيسي في كلمته بمناسبة عيد العمال على أن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء ووعيهم السليم ومهاراتهم التي تتطور باستمرار هذا ودع الرئيس عبدالفتاح سيسي في هذا الصدد الحكومة للقيام بالتنسيق اللازم مع كافة المؤسسات المعنية للتوسع في برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار في تطوير المراكز التدريبية التي تعمل تحت مضلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة عمال مصر الكرام إن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء ووعيهم السليم ومهاراتهم التي تتطور باستمرار هو ما يتطلب من الحكومة القيام بالتنسيق اللازم مع كافة المؤسسات المعنية للتوسع في برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار في تطوير المراكز التدريبية التي تعمل تحت مضلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأقول لكم إننا معا قادرون بإذن الله بإذن الله تعالى على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح وثقة في توفيق الله لنا لتحيا مصر دائما أبدا وطنا عزيزا غاليا يستحق منا كل الإخلاص والتضحية